ومن ناسبه عشان مرده يقاطع البس ومن ناسبه المشروع انت شايف احنا كنت حدثنا عن مشروع ده بعد خروج مصر من تصويرات كاس العالم هل انت شايف بوادر للمشروع ده؟ ده ما فيش بوادر انا معرفوش ما هو المشروع بيتضمن ايه؟ اولا الهدف هو المعلن كاس العالم 26 ده الهدف المعلن مع ان فيه في اسناء الاربع سنين بوتولتين افريقيا الفين اربعة وعشرين والفين خمسة وعشرين التعامل معهم هيكون ازاي؟ حد يطلع مسؤولي يقول التعامل معهم هيكون لا عادي حتى لو ما حصلش وصلناش للنهائي للربع النهائي احنا مكملين ستة وعشرين عشان ستة وعشرين في تسع فرق ونص طيب يبقى تسع فرق ونص يعني الوصول ان شاء الله هيكون سهل يبقى احنا مركز على التيم بحيث ان اوصل لستة وعشرين بتيم يقدر يعديل الدور الاول في كاس العالم مش الهدف الوصول لكاس العالم تمام؟ طيب ده هتطلب ان انا هتعامل مع الاعمار ازاي؟ هتعامل معهم من داي وان هو اشتغل ولا بعد اول سنتين؟ ده من اول يوم؟ يعني انا هبتدي اخد الاربعة وعشرين سنة والخمسة وعشرين سنة متوسط عمر ثمانية وعشرين انا هقول متوسط عمر ثمانية وعشرين وعندي ناس هتبقى تلاتة وثلاثين اربعة وثلاثين صلاح اجازي ان اني بقى ان يكون اللي هيكون فيهم مكمل بشكل كبير جدا من العمر دي طب يبقى انا مش هروح لستة وثلاثين مش هروح لسبعة وثلاثين مش هروح برضو ده مش واضح المشوى ده مش واضح انا بقول ليه لما تبقى النقاط اللي انا بقولك عليها دي واضحة انا باحمي جهاز كاتحاد كورة يحمي الجهاز ويحمي نفسه من انه راح لعب سين اتغلب وانت عارف بسه كايلك فيها ما انا بقولك اهو ما انا بقولك بس ده لازم يعلنوا بقوة احنا يا جماعة مشروعنا كذا بكذا 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 طي يتقل ان انت ساعت هتقدر تتناقش في البنوت بس هتبقى مستريح ايوه ان فيه نقاط واضحة ايوه ونقاط يعني محدش يتكلم فيها صح انت قبلتوني واشتغلتم معايا وتعادتم معايا انا ده مشروع ايو هاشتغل بموافين وموافين ها 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 انا مختلف اهو ده انا واصدي ده لمصلحة الكورة ومصلحة اتحاد الكورة اتحاد الكورة قاد سنتين من دلوقتي يفضل له سنتين يمكن في اخر اربعة عشرين هن يبقى في انتخابات كملوا ويبقى هما ماشروع فى حد تانى يجيه يبقى في حاجة واضحة وجاية وجاهزة انت واخد بالك احنا جينا مع اللجنة مع المهانسة احمد مجاه وبعد كده جيت اتحاد الكورة فعشان يبقى تبقى واضحة حاجات سابتة واضحة تبقى سهلة وبسيطة مباراة بالجيكا مباراة كبيرة جدا اخر تجربة بالجيكا قبل ما تخش على كاس العنف وبالتالي هتلعب تقريبا بفول تيم وهتلعب بمباراة كبيرة جدا قدام المنتخب المصري هورك حاجة علاني وقول لي رأيك فيها ايه انا خايف انه لما ناخد مثلا لو ده قدر والله يعني ده انا مش قلقان خالص ممو ماتش والله وهنلعب ماتش كويس ان شاء الله يعني اه خالص انا بس دائما فكرة الاحكام يعني بس بحاول اسبع طبعا ممكن يخش فينا ممكن يخش فينا ثلاثة واربعة بس بفقق يعني بقول انت شاتر انا ما ترمع بالجيكا مش هتقدر تغيرها لكن من ضمن الحاجات اللي انا قلتلك الحماية الحاجات اللي انا قلتلك تبقى معلنة لكن المبارة دي هتلاقي الرتم او ولادنا ان شاء الله عليو مع الجين اه طبعا بلجيكا اقوى بكتير طبعا هو نمر اتنين في التصنيف العالمي عشان الناس ما تخدش بالها بالحاجات دي انه يقولك ايه لقى بالجيكا هتنطلق بقى نخش نكسابها ونكسابها الصور عشان مش اسم متداول في ودن الجمهور اه ما حدش هروح هتفرج على بالجيكا هو هي بتلعب اي حد غير لما تكون بتلعب من الفرقة كبيرة او انت بتبقى حابب الكورة اوي فتعرف اللي سكوب بتاع بالجيكا فهتفرج على بالجيكا لكن هم عندهم عناصر وطيم قوي جدا 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 طبعا فأنا انا مش خايف من المباراة لكن لازم هيكون فيه لو حصل حاجة نتيجة كذلك ان شاء الله ما تحصلش يعني ان شاء الله هيبقى فيه كلام طبعا لازم يبقى فيه